مرحبا، لكل يلي بيعتقد ان التكنولوجيا هي موجهة للجيل الجديد من الشباب يعيدوا النظر لأن حلقتنا لليوم هي عن تطبيقات بتلبق احتياجات وبتسهل حياة فئة معينة من الأشخاص يلي هن من كبار السن أو المتقاعدين بيكلانشر هو بديل الشاشة التقليدية للهندرويد تبيعني عن تعدد العيقونات وصغر حجمة لتطبيقات عديدة بيوفر أزرار كبيرة وعريضة وكتابة واضحة ومفهومة تحويل الكلام إلى نص مكتوب تطبيق مفيد ودعيء لكل يلي عم بيعانوا من عدم المعدرة على استعمال اليدين والأصابع بسبب الإصابة أو المرض مثل التهاب المفاصل Stay Fatual Emergency Safety App تطبيق بيساعدك بحلط الطوارئ من بعد ما بتكون دخلت في رقم وبيلحظته هو بيبعط له SMS بموقعك الحال وهو نظام حماية وأمن لسلامتك وبساعدك تبلغ وتنبه عائلتك إذا وجهتك أي حالة طوارئ أو خطر إذا كانت مش قادرة تلاقي جهازك آيفون أو أندرويد Find My Phone هي وسيلة تعقب مجانية بتخولك العصور علىها بأسرع وقت لما بحياتك تضيع وين ركنت السيارة بإمكانك اللجوء لتطبيق CarFinder AR يلي من خلال الواقع المعزز بيساعدك تحدد موقع السيارة بالبوكسي تطبيق سهل وعملي لتتذكر مواعيد أخذ الهدوية لأنه بيعتمد على تدبير الهدوية بطريقة بصرية إذا كنت الآن على صحتك ومنك قادر تشوف طبيب Symptomate بتخليك تتحقق من أعراض عم بتصيبك وتعرف شو السبب الكامل وراءه من خلال استعمال الواقع المعزز اكتشف قدرات عقلك حسن ذكرتك وأوي تركيزك ولقي السكينة من خلال تطبيق لموصتي يلي بتوفر لك تمارين وتحديات يومية للزهن وبتصال لك مهارات بتستعملها بحياتك اليومية مثل الانتباه المروني السرعة وحل المشاكل لمحبي المطالعة بيقدروا يشتموا للكتب الصوتية من خلال ريب ريفوكس يلي بيميز عن غيره أن الكتب عم يقراها متطوعين ترجمة نانسي قنقر